من بيروت ينضم إلينا علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية مرحبا بك أستاذ علي المتظاهرون يرفعون شعار لبنان ولكن أريد أن أسأل أي عراقيل أو ثقل يتحمله ابن الجنوب وأبن النبطية مقارنة بالمناطق الأخرى عندما يتظاهر بوجه السلطة الحاكمة الآن تحياتي لكم لمشاهدي الحدف أهلا وسهلا لا شك أصبت في هذا السؤال هو للإشارة إلى حجم أو إلى الثمن الذي يمكن أن يدفعه المواطن الجنوبي المعترض سواء في النبطية أو حتى في مناطق أخرى في بعلبك وفي المناطق ذات الغالبية الشعية هذا صح التعبير والتوضيح هذا لأنه ببساطة هو يواجه السلطة الفعلية في لبنان وخاصة أن هذه الذهنية التي تتحكم بالثنائية الشعية أي حركة أمل وحزب الله يأنه ممنوع على أي شيعي أن يكون في مواجهة هذه الثنائية يمكن أن يتسامحوا من هو خارج هذه الطائفة أما من هو من داخل هذه الطائفة وبمعزل عن اعتقاده أو موقفه السياسي أو رأيه أو التزامه الديني أو عدم التزام الديني بمعزل عن كل ذلك هذا الذي يخرج من هذه البيئة هو يجب أن يحارب ويكفر ويستخدم كل الثقافة الداعشية التي يعلمها الجميع وهناك نموذجان بارزان لشخصيتان أيضا بارزتين على المستوى الشيعي أتحدث هنا عن البفتي العلامة السيد علي الأمين تحديدا الذي تشن حملي يعني شعواء ضده والاتهام بالعمالة والتطبيع مع إسرائيل نتيجة مشاركته في مؤتمر في البحرين وإلى جانب سمحت السيد علي هو الباحث لقمان سليم الذي يعني تعرض وهجوم على منزله وشعارات تدعو إلى قتله هذا يعطي مثال على أن علما أريد أن أشير بالنسبة لعلامة السيد علي الأمين أن هناك لبنانيين كانوا مشاركين في هذا المؤتمر يعني أحد المطارنا وأيضا السفير اللبناني في مؤتمر البحرين لكن لم نسمع أي كلمة ضد هؤلاء أو أنه انتقاد لهؤلاء إنما الهجم والحملة على سيد علي الأمين باعتباره عالما شيعيا ومن هذه الزاوية هذا يعطيك مثال على الطريقة التي يتم التعامل بها مع كل معترض من داخل البيئة الشيعية وما يمكن أن هذا ما يمكن أن يعرف ولكن في أناس كثيرين ذهبوا إلى بيوتهم وأغلقوا بيوتهم لأنهم لا يستطيعون التعبير أو التعبير عن موقفهم بسبب حجم التهديدات والضغوط التي لا تطالهم شخصيا فقط إنما عائلاتهم إنما أقربائهم إنما فرص الحياة التي أو أعمالهم أو ما إلى ذلك فبالتأكيد هناك حجم خطير ويعكس الإرباك ويعكس القلق والخوف لدى الثنائية الشيعية في طريقة التعامل مع هذا الاعتراض والذي هو اعتراض لبناني عام يعني لا يقتصر فقط داخل البيئة الشيعية إنما كما يعلم الجميع هناك انتفاضة لبنانية في مواجهة كل السلطة وليست حصرا في هذين الطرفين بهذا المعنى هناك ثمن كبير يدفع من قبل هؤلاء الذين يمكن والذين يوصفوا بالأبطال طيب موضوع التخوين كما تحدثت أستاذ علي يعني لا بد للشيعي في لبنان أن يكون مرتوط بحزب الله ومن ثم إيران بشكل مباشر وإلا فهو خارج إطار الوطنية اللبنانية كما يصنفها حزب الله علما بأن جبل عامل والشيعا هم قبل إيران بخمسمائة سنة يعني الشيعا العرب هم قبل حتى أن تكون إيران شيعية لماذا هذا التصنيف يذهب بهذا الاتجاه يعني هو هذا الاستخدام الرخيص للمسألة المذهبية والدينية وهذا نشاهده يعني في مناطق عديدة وتحديدا في السياسة الإيرانية في العقد الأخير واضح أنه نحت منحة واضح في اتجاه استخدام النزعة المذهبية والتي هي بقناعة وهذا ليس مجال بحث يعني الإيديولوجيا الإيرانية وإيديولوجيا ولاية الفقية لا تمثل التراث الشيعي والتاريخ الشيعي المعروف يعني وليس هناك من حاجة يعني شرحه وعرضه وفي محطاته الكثيرة والنقطة الجوهرية هنا في الخلاف أنه إذا كان من ميزة للمذهب الشيعي أحد الميزات هي ميزة الاجتهاد ماذا يعني الاجتهاد؟ يعني التنوع يعني التعدد يعني الاختلاف يكفي أن هذه الجوهر المفهوم التشيع يجري ضربه بانطلاقا من إلغاء التنوع وهناك أحادية طاغية تريد أن تفرض وتجعل من الناس وتجعل من الشيع مجرد مصفقين وتابعين لا يحق لهم النقاش ولا الحوار وما إلا ذلك هذه المدرسة الإيرانية التي يجري تعميمها اليوم وهي برأيي تتهاوى وتتصدع هذه المدرسة لا يمكن أن تستمر بالمنطق والعقل إنما تستمر بهذا السلوك الإيديولوجي بالقوة العسكرية بالقوة الأمنية باستخدام شعارات التخوين بالتهديد بكل ذلك وهذا واضح كما نشهده في لبنان وفي العراق أيضا بدرجة كبيرة طيب أستاذ علي الآن يجتمع رئيس مجلس النواب نبيه بري برئيس حكومة تصريف الأعمال الرئيس المستقيل سعد الحريري هذا الاجتماع في أي إطار يأتي وماذا عن الاستشارات وشكل الحكومة المقبل خاصة مع تداول اسم الحريري مرة أخرى لرئاسة هذه الحكومة يعني أنا بتقديري هناك صفعة وجهت للرئيس الحريري في إطلاق محاولة يعني إجراء الاستشارات كما كان مقرر التنائل الثنين ثم جرى تأجيلها للخميس الرئيس الحريري يعني شركائه في السلطة يعني أرادوا أن يوجهوا له رسالة أنه كان يمكن أن تأتي رئيسا للحكومة لكن بشكل ضعيف يعني بمعنى أنه كان ممكن أن ينال عدد من الأصوات دون النصف بالتأكيد عدد النواب وهذا بالضرورة سيعني أنه لن يستطيع أن يضع شروطه لتشكيل الحكومة المقبلة التي نعرف الخلاف بينه وبين أطراف السلطة حول تكنقراط أو تكنول سياسية أنا أعتقد هذا الاجتماع يأتي في محاولة استنقض ما تبقى من هذه السلطة التي يعني تعرت تماما ومشهد الأمس الذي حصل هو صفعة كبيرة لهذه السلطة لسيما للرئيس نبيه برري لأنه يعني لا أحد يستطيع أن يقنع طيب موقف الرئيس الحريري أستاذ علي عذرني على المقاطعة يعني هذه التجربة عندما يريد تيار الوطن الحر أن يودع مسألة اختيار رئيس الحكومة بحصة رئيس الجمهورية هو من يسمي هذا الأمر حدث مع الرئيس الشهيد رفيق الحريري ورفض أن يكون هو رئيس الحكومة ولم يقبل بذلك موقف الرئيس الحريري من هذه الآلية التي تحدثت عنها وبشكل جزئي أنت الآن مررت هذا الموضوع يعني واضح أنه أصدر بيان أمس فيما يتصل بهذه النقطة ويجب أن نوضح أيضا أنه هذا بيان استباقي يعني بمعنى لم تحصل الاستشارات حتى يعني يمكن أن يرد على الرئيس الحريري هو قال أنه كان هناك معلومات لديه وبالتالي أرادها لكن هناك من خرج ربما حتى من التيار الوطن الحر أنه قال يعني نحن لم تحصل الاستشارات لنتهم بهذا الأمر يمكنهم وبالتأكيد هم كانوا سيقومون بهذا العمل لكن أنا بتقديري الرئيس الحريري تراجعه أو بمعنى طلبه تأجيل الاستشارات ناتج عن أسباب أخرى ربما هذا السبب الشكلي أو مش الشكلي يعني حاول أن يضع سبب آخر لكن ليخفي سبب الأساسي هو أنه لا يريد أن يكون رئيسا للحكومة بعدد قليل من الأصوات إذا صح التعبير من قبل مجلس النواب وبالتالي هذا الذي أدى إلى تأجيل الاستشارات وربما أنا برأيي إذا لم يكن هناك من معطى حقيقي ونوعي في اليوم يعني من خلال قائمه مع الرئيس بري أو في غدا أنا أرجح أنه سيعتذر بالنهي وسينكفئ ولن يكون مرشح لرئاسة الحكومة أشكرك من بيروت الأستاذ علي الأمين رئيس تحرير موقع جنوبية على كل هذه الإضاحات شكرا جزيلا